طيب تاني فايدة ايه؟ انا بكلمكم عن الفوايد علشان حضراتكم فيه ناس ممكن تقول ايه؟ اصلهم ما بيردوش اصلحنا هنعملهم ايه يعني هنمهنهم بالعافية لا لما تبقوا حضراتكم مقتنعين بالفوايد اللي هيحصل عليها اطفالكم ها؟ خلال النوم الليل الممتازم زي ما بنقول يبقى انتوا هتبزلوا مجهود اكبر وهيكون عندكم اليقين ده او القناعة دي هتنعكس على تصرفاتكم مع اطفالكم هتلاقوا نفسكم انتوا كمان بتناموا بدري مش لازم بتناموا في نفس التوقيت ولادكو يعني ممكن ولادكو اكيد يناموا بدري اكتر ولكن المانع انتوا تلحقوا بيهم بقى في دورة النوم بعدها بساعة ولا ساعة ونص ولا بالكتير ساعتين فتقوموا كلكو الصبح في وضع افضل تمام؟ يبقى اتفقنا ان هرمون النمو بيفرز بشكل قياسي او شكل مثالي خلال فترات النوم الليلي المنتظم وده لعلاقة مباشرة بعملية النمو الطفل تاني فايدة هي تكوين الذاكرة عند الطفل الزاكرة او بمعنى ادق تقسيم الذكريات يعني او تقسيم الزاكرة الطفل في فترات النهار او في فترات الاستيقاظ سواء بالنهار او يعني او الفترات الليلية للطفل اللي بيكون لسه فيها صاحي يعني بعد غروب الشمس والطفل لسه منامش طول اليوم عمل يحصل على معلومات سواء بيحصل عليها بنفسه عن طريق استخدام الحواس او بيحصل عليها عن طريق السمع يعني انه يسمعها بتتقلق قدامه او انه بيمسك حاجة او بيكتشف حاجة او بيتفرج على حاجة وهكذا او في موقف معين هو جزء منه وهكذا خلاص الزكريات بقى دي في النوم بيبتدي يتعمل لها حاجة اسمها فايلينج وفايلينج جاي من كلمة فايل يعني ملفات فتبصوا تلاقوا الزكريات اللي ليه علاقة مثلا بالأسرة تليها في فايل وجوه الفايل ده بيتقسم كمان تأسيمات تانية الزكريات اللي علاقة بالاكتشاف تاخد فايل الزكريات اللي علاقة مثلا بالفترات السعادة او فترات الحزن او فترات الترقو وهكذا طب ايه فايدت بقى الحكاية دي فايدت الحكاية دي اولا انه نشاط الزاكرة عند الاطفال يعني لما الطفل يبقى الزاكرة بتاعته في حالة سليمة او في حالة عادية خلاص زي ربنا سبحانه وتعالى ما اراد ليها خلاص ده بيعتبر مقياس مهم جدا بيعبر عن زكاء الطفل يعني في فترات كثيرة جدا بيعتبر الحديث عن الزكاء الزاكرة بيبقى جزء اصيل من هذا الحديث خلاص يبقى فيه اهمية للنوم الليلي المنتظم تنعكس بشكل ينعكس ده بشكل مباشر وايجابي طبعا على تكون الذكريات او تقسيم الذكريات داخل مخ الطفل وزي ما اتفعنا ده بيحصل امتى اثناء النوم الليلي المنتظم طيب ايه تالت فايدة من فوائد النوم الليلي المنتظم الحصول على الراح ان الطفل ده بيرتاح والراحة دي مطلوبة للجسم بعد مجهود النهار حتى لو المجهود ده مش كل المجهود مجهود عضلي فيه مجهود عضلي وفيه مجهود ذهني وفيه مجهود خاص بالعين وفيه مجهود خاص بالحواز الاخرى وهكذا النوم بيحصل عارفين لما بنمسك اجهزة التليفون او الكمبيوتر او كده فبنلاقي احيانا لو عاملينه باللغة الانجليزية نقول ايه ري سيتنج او هنعمله ري ست يعني خلاص او لو هنعمله باللغة العربية يقول ايه اعادة الضبط صحي كده اعادة الضبط يعني ايه يعني عايزين نرجع كل حاجة لاصلها خلاص كده النوم بيعيد ضبط الجسم خلاص من خلال ايه من خلال توفير الراحة المطلوبة للجسم ده بعد مجهود النهار واتفقنا ان مجهود اصفين ناس ممكن تقول ايه انا احنا لا خرجنا ولا رحنا ولا جينا ده العيال قاعدين في البيت يعني قاعدين في البيت ده مجهود برضو مجهود ذهني انتم متخيلين عشان الطفل مثلا يحصل على حاجة احنا قيلين عليها لأ خلاص التحايل اللي ممكن يعمله بالتصرفات او بالكلام معانا او الالحاح في طلب شيء مننا اللي هو اللي احنا بتسميه الزن ها او انه هو مثلا بيلعب لعبة فعايز يركز في اللعبة دي ويكتشفها سواء لعبة الكترونية او لعبة غير الكترونية ها انه بياكل انه عايز يزبط مثلا انه بياكل ان الاكل ده ما يقعش برا خلاص انه يرفض انه يقبل انه يتبدل معانا الحديث انه يقوحنا ها كل ده مجهود النوم الليلي المنتظم يعيد الراحة المطلوبة للجسم ده تمام طيب ايه تاني من فوائد النوم الليلي المنتظم دي فايدة مهمة او اعادة تنظيم افراز كل هرمونات الجسم هتقولولي دي حاجة مهمة اقول لكم دي حاجة في منتغل اهمية لانه هرمونات الجسم دي في منها ما له علاقة خلاص بضغط الدم مثلا في منها ما له علاقة بوظائف حيوية زي مثلا الغدة الدرقية في منها ما له علاقة بحرق السكر في الجسم خلاص ما هو الانسولين ده هرمون خلاص فيبقى النوم الليلي المنتظم بيساعد على استعادة او ضبط افراز كل هرمونات الجسم الله معنى كده ايه معنى كده انه الاطفال الذين يعانون من عدم انتظام النوم او لا يحصلون على ميزة او مزايا النوم الليلي المنتظم ممكن يبقى عندهم مشاكل في الهرمونات فالناس يقولوا ياه هو ايه اللي جاب النوم للهرمونات اهو عرفته الموضوع والهرمونات دي الناس كلها او يعني مش كلها طبعا ااسف عدد كبير من الناس بيلخصوا موضوع الهرمونات في الهرمونات اللي هي الانثوية او الهرمونات الزكورة وده خطأ طبعا لانه الجسم مليء بالهرمونات هرمونات يعني ضغط الدم ده بيتحكم فيه هرمونات غير طبعا تحكم اللي هي البيس ميكر او منظم ضربات القلب ولكن فيه هرمونات زيادتها في الجسم تزود ضغط الدم وتزود ضربات القلب الانسولين زي ما اتفقنا موضوع هرمون الغضة الدرقية ماهليها هرمونات فاهمين قصدي الهرمونات دي حاجات كتيرة جدا في الجسم فالنوم الليلي المنتظم يساعد على ضبط افراز كل هرمونات الجسم مرة تانية وكأن احنا بنبدأ كل يوم جديد فرش او بنبدأه من اول وجديد نقطة من اول السطر فيه موضوع افراز الهرمونات في جسم الطفل اشتركوا في القناة